تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرنة جلالة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى المرأة حفظه الله حضرت سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين حفل جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة في دورتها السابعة عشر بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وتضمن الحفل كلمة لسعادة وزير التنمية الاجتماعية عرب خلالها عن أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو قرنة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لحرص سموها المستمر على رعاية حفل جائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة وتكريم الفائزين بهذه الجائزة انطلاقا من العام 2007 بناء على رؤية عميقة نحو تمكين الأسرة البحرينية والارتقاء بمستواها المعيشي والتي تعكس مبادئ المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحتيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن دعم سموها الدائم للمرأة البحرينية والأسر المنتجة تحديدا أثمر في أن تصل المرأة إلى مراحل متقدمة جدا في حضورها وأسهامها البارز في التنمية المستدامة وأشار إلى أنه بفضل من الله ثم توجيهات سموها النيرة استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية أن توفر البيئة الجاذبة والمحفزة للأفراد والأسر التي لديها القدرة على العمل والإنتاج لإطلاق طاقاتهم وتطوير قدراتهم من خلال الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية والمراكز الداعمة للمشاريع المنزلية ومنها مركز التصميم والابتكار ومركز التميز للمشاريع المنزلية التي تقدم خدماتها على مدار العام وأوضح سعادة الوزير العصفور أن قرينة عهل البلاد المعظم كانت ولا زالت نموذجا فريدا يقتدى به في تبني ورعاية المشاريع والبرامج التوعوية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وأن وزارة التنمية الاجتماعية تلتزم بالمضي قدما في تنفيذ ما من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتذليل التحديات التي تحول دون ذلك والسعي لزيادة مساهمة المرأة والأسرة البحرينية في الاقتصاد الوطني وعرب الوزير العصفور عن فخره بمساهمات سموها الجليلة وجهدها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة واستمرار تقدمها الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة المملكة عالميا كدولة ملتزمة بمسؤولياتها تجاه القضايا الدولية من بينها قضية دعم المرأة وتعزيز حقوقها تلتها كلمة لسعادة الوزير المفوض الدكتور طارق النابلسي ممثل جامعة الدول العربية مدير إدارة التنمية الاجتماعية كما تضمن فيلما وثائقيا يحكي عن صالة الذهب واللؤلؤ البحريني في البحرين إضافة إلى تكريم الفائزين على المستويين المحلي والعربي هذا وقد تفضلت سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة بتسليم الجوائز للفائزين حيث فازت السيدة شريفة محمد الدوسري بجائزة أفضل أسرة المنتجة على المستوى المحلي في مشروعها في صياغة الذهب والمجوهرات وفازت السيدة أمل محسن علي أحمد بجائزة أفضل منتج على المستوى المحلي عن مشروعها الذهب الأخضر المعني بتحسين جودة الحياة لدى مريض فقر الدم المنجلي فيما فازت بجائزة أفضل دعم للأسرة المنتجة على المستوى المحلي عائلة المرحومة اسماء زينل وكرمت سموها أيضا الفائزين على المستوى العربي من المملكة الأردنية الهاشمية بجائزة أفضل أسرة المنتجة على المستوى العربي ومن المملكة المغربية بجائزة أفضل منتج عربي على المستوى العربي بما فاز بنك التنمية الاجتماعي عن مشروع تجسيد من المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل داعم للأسرة المنتجة على المستوى العربية هذا وجالت سمو الشيخ حصة بنت خليفة في المعرض المصاحبي للاحتفال بالأعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة السبيكة لتشجيع الأسر المنتجة بمعية سعادة وزير التنمية الاجتماعية وكبار مسؤولية الوزارة مشيدة بما تشده منتوجات الأسر البحرينية من تطور ملحوظ مكنها من الدخول إلى السوق المحلي وفرضت نفسها كمنافس للمنتجات الخارجية دعية في هذا الصدد كافة المؤسسات للاستمرار دعم هذه الأسر وتدليل كافة الصعوبات التي تواجه مسار إنتاجها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة